السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا اول سوف ننتقل الان ان شاء الله في وحدة الوقت انهينا وحدة الوقت اول درسين كانوا في ايام الاسبوع وترتيب وتمييز الاوقات انهيناهم الان سوف نكمل الوحدة باقي الوحدة وننتقل الى درس قراءة الوقت وترتيب الوقت اذا في مادة الرياضيات سوف ننتقل ان شاء الله الى درس بعنوان قراءة الوقت وترتيب ايضا الدرس الثاني وهو بعنوان ترتيب الوقت اذا في مادة الرياضيات تمام يا اول الان الكل ركز معي الى هذا الدرس طبعا رح يكون اذا قراءة الوقت اذا رح يكون عنا درسنا بعنوان قراءة الوقت وايضا ترتيب الوقت اذا ايضا ترتيب الوقت اذا ترتيب الوقت تمام يا اول الان خلينا نشوف بالنسبة الان لا درس قراءة الوقت اطلعوا للان قراءة الوقت بدنا نصير نعرف كيف نقرأ الوقت عشان اذا اي حد سألنا عن قراءة الوقت لما تكون معنا ساعة نعرف انجاوب ماشي يا اول ونكون عارفين كم الوقت ماشي يلا الان ركزوا معي طبعا هذه ساعة رح تكون الساعة مرقمة من واحد لغاية اطناش العدد اطناش واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة تاشى اطناش تمام يا اول الان يوجد هنا عقرب قصير وعقرب طويل اذا هنا عقرب قصير وعقرب طويل هذول نحفظهم ونركز عليهم مزبوط 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 اذا عنا الان يوجد عقرب قصير وعقرب طويل العقرب القصير عقرب الساعات نحفظ هذه مزبوط اذا العقرب القصير عقرب الساعات العقرب الطويل عقرب الدقائق تمام يا اول اذا العقرب القصير عقرب الساعات والعقرب الطويل عقرب الدقائق تمام هلأ لما تكون هنا الساعة والعقرب القصير وين مؤشر على العدد خمسة إذن منحكي الساعة الخامسة إذن الساعة الخامسة منحكي الساعة الخامسة ولما يكون مؤشر المؤشر الطويل الطويل على العدد اطناش منحكي الخامسة تماما إذن لما يكون المؤشر اللي هو العقرب الطويل مؤشر على العدد اطناعش نحكي تماما شو منحكي يا أول تماما أحسنتم إذن الخامسة تماما الخامسة تماما الخامسة تماما ماشي يا أول الآن اطلعوا لي على هذه الساعة هنا اطلعوا المؤشر القصير وين مؤشر على أي عدد سبعة العقرب الطويل العقرب الطويل على الاثناش إذن على الاثناش إذن شو منحكي هون إذن العقرب القصير على السبعة اللي هو العقرب القصير عقرب إيش أحسنتم عقرب الساعات العقرب القصير عقرب الساعات العقرب القصير عقرب الساعات والعقرب الطويل هو عقرب الدقائق إذن عقرب الدقائق إذن بحكي السابعة إيش المؤشر على الاثناش لما نشوف الطويل مقشر على 12 بنحكي تماما شو بنحكي تماما إذن هنا الساعة السابعة تماما السابعة تماما السابعة تماما ماشي يا أول تمام ننطلع كمان هنا على الساعة نشوف كم الساعة هنا طلعوا العقرب القصير والعقرب الطويل العقرب القصير حكينا عقرب إيش الساعات العقرب القصير عقرب الساعات والعقرب الطويل عقرب الدقائق إذن العقرب الطويل عقرب الدقائق هنا القصير إذن هنا القصير الساعة كم وين مقشر على الثلاث ممتاز إذن الساعة الثالثة ومقشر الطويل على 12 حكيات الكلام يكون مقشر عقرب الدقائق اللهوط طويل على 12 بتكون تماما إذن الثالثة تماما الثالثة تماما طيب الآن اطلعوني اطلعوا هنا اطلعوا لي هون يا أول اطلعوا لي على هذه الساعة هنا هنا لما تكون العقرب القصير العقرب القصير العقرب القصير مؤشر هنا على العشرة ولما يكون عقرب الدقائق الطويل مؤشر على الستة نحكي ونصف إذن العاشرة والنصف إذن العاشرة والنصف إذن عقرب الساعات مؤشر على العشرة تماما عقرب الساعات على العشرة وعقرب الدقائق الطويل على الستة إذن الطويل على الستة لما يكون الطويل اللهو وعقرب الدقائق على الست منحكي ونصف العاشرة والنصف العاشرة والنصف طلعوا لي هون كم الساعة يلا أشوف كم الساعة يلا إذن هنا الثالث القصير القصير اللي هو الساعات الثالثة والطويل الدقائق على الست دلما حكيت لكم لما يكون مقشر على الست منحكي ونصف إذن شو منحكي ونصف الثالثة والنصف الثالثة والنصف ماشي يا أول هذول معلومتين جدا جدا ننتبه لهم هنا كم الساعة طلعوا لي السابعة هاي مؤشر القصير اللي هو مؤشر عقرب الساعات على السبعة والطويل عقرب الدقائق على الستة السابعة والنصف السابعة والنصف إذن لما يكون العقرب الساعات هاي عقرب الساعات اللي هو القصير مؤشر على السبعة والعقرب الطويل الدقائق مؤشر عين على الستة إذن الطويل عقرب الدقائق مؤشر على الستة منحكي ونصف منحكي ونصف السابعة والنصف إذن السابعة والنصف إذن لما يكون المؤشر الطويل مؤشر على الستة منحكي ونصف شايفيني أول اطلعوا لي هون إذن لما يكون المؤشر الطويل مؤشر على الستة منحكي ونصف أما لما يكون المؤشر هنا الطويل المؤشر العقرب الطويل المؤشر على الاثناش منحكي تماما إذن لما يكون المؤشر على الاثناش الطويل اللي هو عقرب الدقائق المؤشر على الاثناش منحكي تماما الخامسة تماما الخامسة تماما أما لما يكون العقرب الطويل اللي هو العقرب الطويل شايفينه يمأشر على الستة العاشرة والنصف العاشرة والنصف فهمتو يا أول إذن لما يكون مأشر على الستة بنحكي ونصف إذن شو بنحكي إذن مؤشر الدقائق اللي هو عقرب الدقائق لما يكون مأشر على الستة بحكي ونصف إذن هاي المؤشر الطويل اللي هو هذا المؤشر الطويل أو العقرب الطويل ما أشي يا أول العقرب اللي هو عقرب الدقائق بكون مأشر على الستة بنسميه بنحكي ونصف إذن العاشرة والنصف أما لما يكون عقرب الدقائق اللي هو عقرب الطويل المقشر على الاثناش بنحكي هون قداش الساعة خمسة الخامسة بنحكي تماما الخامسة تماما العاشرة والنصف العاشرة والنصف ماشي يا أول فهمتوا علي تمام طيب الآن بدي ياكم الآن تشوفوا لي هنا تطلعوا لي الآن هون شوفوا لي هاي الساعة اطلعوا على الساعة مين يحكي لي كم الساعة طلعوا هون الساعة شايفين يا أول هاي الساعة نموذج للساعة هاي هون المؤشر القصير المؤشر القصير اللي هو العقرب القصير على السابعة المؤشر على العدد سبعة وهون الطويل على 12 إذن السابعة تماماً لما يكون المؤشر اللي هو العقرب الطويل العقرب الطويل اللي هو عقرب الدقائق مؤشر على الـ 12 منحكي تماماً إذن السابعة تماماً السابعة تماماً السابعة تماماً طيب هيك يا أول حكولي كم الساعة هلأ صارت طلعوا يلا هيك أحسنتم رائعون اطلعوا طلعوا يا أول هون مؤشر على السابعة هيو على السبعة السابعة والمؤشر اللي هو العقرب الطويل وين مؤشر على إذن العقرب الطويل مؤشر على الستة لما يكون العقرب الطويل مؤشر على الستة العقرب الطويل هيو مؤشر على الستة حكيت لكم إيش السابع وعقرب الساعات هون نمأشر على السبعة والعقرب الطويل الي هو عقرب الدقائق ونمأشر الطويل على الستة هؤلاء السابعة والنصف هؤلاء السابعة والنصف هؤلاء السابعة والنصف نحونا دق Ping ترتيب الوقت ترتيب الوقت شكرا لأ Being دقلنا نرتيب هذي الاحداث اول اشي انت دائما يا اول بتستيقظ من النوم بتستيقظ من النوم منحكي لبابا وماما صباح الخير وبتكون ماما مجهزتنا لفطور منفطر ومنلبس ومنجهز امورنا للمدرسة ومنذهب للمدرسة بيجينا الباص ومنذهب للمدرسة بعدين مندرس مع المس ومننبسط مع اصحابنا ومنجوف اصحابنا ومندرس ومنكون رائعين وممتازين بعدين بس نروح منستريح شوي بعدين منستريح بعد العودة من المدرسة منستريح شوي بعدين بيكون في وقت غدا وبعدين منقوم بواجباتنا المنزلية مندرق بذا علينا واجب رياضيات عربي علوم دين اي اشي منطلع الواجب ومنحله بس نخلص كل واجباتنا منذهب ومنلعب يا اول كلنا مع بعض منلعب مع ابن الجيران او منلعب مع اخواننا وبعدين بيجي وقت العشاء منتعشى منتعشى من اكل منيح واشياء مفيدة لصحتنا بعدين منتحمم ماما بتحممنا ومننام وعشان ثاني يوم نرجع نستيقظ من النوم ومنذهب للمدرسة وهيك بنكون مرتبنا وقتنا بهذا اليوم ومنكون دائما مبسوطين منسمع كلمة ماما ومنسمع كلمة بابا ودائما دائما يا اول بدي اياكم تحافظوا على ترتيب الوقت وما تهملوا اي واحدة منهم يعني ما انو نكون ما نحل واجباتنا ما انو لازم نحل واجباتنا لازم نلعب لازم ناكل عشاء ونتغدى ونستريح شوي وبعد ما نرجع من المدرسة وايضا ندرس ونصير شطورين ماشي يا اول وبيدي اياكم نفتح للكتاب الرياضيات ونحل واجبنا ان شاء الله وانتو رائعين جدا 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 وبيدي اشوف اشوف الصور وانتو حالين الواجب لدرسنا قراءة الوقت وبيدي اشوفكم صورولي فيديو وانتو تقرؤوا الوقت لما تكون الساعة الخامسة مثلا تماما لما يكون المؤشر الاقرب الدقائق على ال 12 اعطوني اكثر من نموذج انتو حلولي من عندكم بدي اشوفكم وانتو تقرؤوا لي بالساعة تمام لما تكون تماما وبيدي تعطوني كمان تصورولي فيديوهات لما تكون الساعة ونصف مثلا عشرة ونصف تسعة ونصف الثامنة ونصف السابعة ونصف بدي اياكم تصورولي فيديوهات تقرؤوا لي فيها الوقت على الساعات على ساعات من عندكم في البيت ماشي يا أول حبايبي الله يرضى عليكم ويعطيكم ألف عافية